السلام عليكم ومع احبابكم في وصفة اخرى من وصفات قناة مطبخي من هولندا وصفتنا اليوم اقضاء لعشاق البادنجان غادي نصوبوه في الفاء باللصوص بالكفتة والخوضاء ومع اللصوص بشامل كنأفقهم باوز بطائقة سهلة بسيطة بإمكان أي مبتدئة تصوبوصفتها في الضاء انتحها وتنجح معها بمشيئة الله من أول تجئيبة بسم الله على باكة الله غادي نبدأو في تحضير الوصفة أولا كنحتاج للخوضاء الخوضاء الأساسية في هذا الوصفة هذه اللي هي الدنجال انا احتاجت لواحد جوج على قطع الدنجال لحجم التاحهم شي شوية كبير احتاجت لواحد لبصلة فلفلة وما طيشة واحد ضئيس نتاع التوم بالنسبة للدنجال يعني كيتوقف على عدد أفائد الأوساء يعني الكيميات على الخوضاء كتوقف على عدد أفائد الأوساء او للناس اللي انتوا ما قد تحتاجوا كتحتاجوا تتصربوا لهم هذا الوصفة هذه أنا عندي الدنجال للقطع ضوائل شوية 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 كوبهة اذا ك毎 شطاءت نقطق حم على ثلاثة باش يجيني باش مجيني حوض الحهم يعني مسوك انتاحهم عائد بزاف كان عندكم الدنجال للحجم انتاعو صغير وغير سيقتوهم في النصف كي يكون كافي سوفي بعدما كان نكمل تقطع الدنجال متاعي سوف نصوب له واحد بلاسوس كيفما ارغراء تشوفه وفي هذا الوقت هذا الفاءن يسخل على ٢٠ ضائجة سوف ندخل له هذا القطع على الدنجال بعد ما ندخل لهم هذا القطع بعد ما كملت القطع على القطع على الدنجال نتاعي سوف نستفهم في واحد طبيصي او في واحد الصينياء او في أي حاجة اللي تدخل للفاءن وسوف نصرب لبلاسوس اللي سوف نتبله بها هذا الدنجال يطيب تطيبة تطيبة الأولى هي هذه والمأحالة الثانية بعد ما ندخل لهم وندخل الفماج محكوك ندخلها عوض الفاءن باش كي يتقاتينا عندنا الزيت نباتي او لم يمكنكم تعوضوها بزيت زيتوني لا بغيتوا ندقوا واحد رأشي شاديا للملح واحد رأشي شاديا لبزاء وواحد نص معلقة متع التحمياء صافي هي هذه التطبيلة اللي غندقوها في المأحالة الأولى هادي نخلطهم جيدا او لا نحاقهم جيدا حتى ينسجموا مع بعض اياتهم ونحصل على واحد الخليط نتعلم او واحد الصلصة ما بين فيها الزيت فيها الملح فيها واحدة شاشة نتعلم بزاء وفيها واحد نسمع القانتات التحمياء وندهن بها هذا القطاع ندع البنجال هادو قبل ما ندخلهم الفاءن كيف سبق لي وقيت لكم نحن لدينا الفاءن دابا اصلا احنا نمسخني الفاءن على ميتين ضائجة قد ندخلهم واحد المدة متعشين دقيقة هاكيك صافي وننتقلوا للمأحالة الثانية المأحالة الموالية هي اوز انا استعملت هنا اوز بسماتي انتم لا تستعملوا اي نوع متع اوز كان عندكم او اي نوع متع اوز كان تفضله. انا احتجي لواحد الكيمية شوي اكتئه من اوز واحد ثلاثة اا اوز واحد ثلاثة ديال الكسان اوز الابيض بسماتي. اه غادي نغسلوه زيان واحد وحد ثلاثة للماءات حتى الابعاد الماءات حتى كيمشي منوا هادك النشان تاعو. شحال ما غسلنا اوز الخصوصا يعني بالخصوص اوز ال البيض كيكون دائما فيه واحد الكيمية اكتئة من انشا شحال ما غسلناه مزيان إلا وكنا حصلوه في النتيجة بعد ما كيطيب الناوز نتاعنا كان حصله على اوز طيب مزيان ومعزول ومفؤوز لحبة على أخوتها صافي بعد ما وصلت واحد لا تحترق بعضي الماءات كان ملح واحد تمليحة خفيفة وكان نقعه اولا كان نقضه في المبادل كان نخليه جانبا حتى يجي الوقت اللي غادي نطيبه فيه شحال ما قدناه مقبل الا وكان حصله على النتيجة حتى هي زوينا احتاجنا زيت نباتي واحد الكيمية واحد جوج معلقة هكك غادي نضيق مزيج ما بين الزيت والزبدة كي يعطي واحد اللي بدا كيجيزونا في هذا اوز هذا هذا اوز اللي منمش بالشعية كيجيزونا الى قلينا في الول قلينا هذيك الشعية في واحد الكيمية من الزيت والزبدة كيمية الزيت والزبدة كتتوقف على شحال تمام حضاء انتعها اوز انا كيف سبق لي كيف سبق الناوداء نضيق اوح ثلاثة ديال كيسانت عاوز اذا كشي علاش حل الطائت او لاحتاجي تندي اشيش واحد الكيمية تكون شوية كتيئة ما بين الزيت والزبدة ضفت لهم واحد نصف كاس هذا في الكاس اللي دقت بها اوز اللي سبق لي دقيقة بها اوز هو اللي دقت به الشعية واحد نصف كاس نتاع الشعية وكان ملح كان ملح في الماء الولى باش ما كان نساش الملح باش ما يطيب ليش هاد ها اوز هذا ما يطيب ليش ملسوس يلي طيب اوز جيز لسمسوس يعني الوصف كاملها كالجيسانت كالجيبها سلا ذا كشي علاش ديال ما بدوب في أي حاجة كنديقوها ديال ما بدوب الملح باش ما كان ساوهاش اللي كنت حتنتوما بالخصوص الى كنت حتنتوما ماش دا كنعلي كاي يضغ في كل ماء صافي كنقلي هاليك الشعية مزيان يعني حتى كتتدهب غيكتدهب ماشي تحتاج حتى كتتتحاقنا وترجعنا اليون تحاقاوي او لبوني صافي ريكا تجعل ناركا تذهب باش كتشي في اللون تحكي يجي معزول ومفؤوز على البيوضة انت عرقوز فيما كاتشفو تلقات لي اغوى هذيك الزبدة ولكن هذي مسألة عادية ما فيها حتى شي ما يعني ما عندها حتى شي ايش كان بعد كنصفي بعد ما كتتذهب لي هذيك الشعية كنصفي هذا كرقوز اللي كنصبق لي نقعة في المبائد ملح اصلا وحتمليها خفيفة صافي وكنحائقهم زيان مع بعضياتهم حتى هذك القطع او لهذا كرقوز تحت هو كي يشربش شوية من هذيك النصمة انت عديك الزيت وذيك الزيت وذيك الزبدة اللي يسبقنا وخلينا فيها الشعية غنبدي دا بكا نقوي عندي ثلاثة ديال الكيسان انت عاوز وواحد نصف كاس انت عا الشعية بالنسبة للأوز بسمتي الابيض انا كان قوي نفس الكيمية انت عاوز هي اللي كان ديالها انت عاوز ما كان ما كان وكما نضاعفش كيمية الماء ولكن الاختلاف كائين بالنسبة لأوز لأوز لا الصفاء Bamathy لأصفاء هذا قن هذا كان و stato كان كنضاعف لي الكيمية انت على لماه اوز البيض ما كان ضاعف ليش كيمية لماهعذي لاتديالكيسان انت عاوز لاتيالكيسان انت عاوز اللي فيهم كاس انتع الشعية اهما نسيتوش هدا كنديلو كاس انتع الما يعني كنعطي كن نخلي كيميا انتع الما وتكون كافية باش تطيب الشعية ويطيبها اوز في المكافي ويجي تبقى الله ومشاء الله معزول والحبة على اختها. في الاول مني كن نقوي كنغطي عليه زيان وحتى دي كتقيبا انتع الطنجة كنغلقها. كنخليه كي يغلي حتى كطلع الغلية فيها اوز الغلية الاولى ومن بعد كن نقص الناء كنخليه كي يطيب على خاطئه على ناء مهيلة الناء ناقصها قا. اوحد المدة انتع اش ادبقايق هذا اوز الابيض اوز بسمتي الابيض مكيحتاش مدة طويلة في طياب انتع وعش انتع ادبقايق كافية. دائما نصيحة اللي غنقولها لكم دائما ناوز او لا لبات قبل ما كان طيبوهم ضاءو ايما كان يعني كان قاءو هذيك العلبة كانشوفوا المدة انتع الطياب انتعهم ضاءو ايما كانحتاموها باش كانحصلوا على النتيجة زوينا. هنبدو دبا كانصابو في اللصوص انتعنا. اللصوص انتع الكفتا. احتجينا للزيت نباتي احتى هي. هذيك القطعة انتع البصلة اللي كانت عندنا محطوطة قبيلة مع الخضاءة. عندنا واحد ضئيس انتع التوم غدي نقليهم زيان عاد ننضيف لهم. غدي نقليهم حتى كتمشي هذيك النسبة. مع واحدة شيشة انتع الملح حتى كتمشي هذه القوة انتع البصلة عاد نضيف لها الكفتا. هاذا الوصفة هذي مابريتوش وليس تضيفون الكفتة نبدأ باكانت بلوء ونفس الطائقين لما بريتوش تضيفون الكفتة ستضيفون نفس الخضاء وبنفس التتبيلة لدينا تحمياء واحدة المعلقة صغيرة من تحمياء واحدة أصل المعلقة البزاء واحدة المعلقة صغيرة من القصبائية بسم طحون واحد نص معلقة انتعى الكمون. بالنسبة للحاء يعني ضاءوا ايما كانحتاجوا شي شوية ديال الحاء بإمكانكم بديقوا لهئيسة او لديقوا هاد الفلفل حاء. انا استعملت ريكي مية قليلة لان هاد الفلفل هادي حاء شي شوية كطأ من القياس. صافي كان حائكهم مزيان او لك المزيجهم مزيان مع بعضياتهم. لمش هذيك القطع هذيك الكفتة هذي كتشقوا بلي هذيك التبيلة. كيف سبق لي وقلت لكم بريتو تستغنى وعلى الكفتة بديقوا ري الخضاءة غادي تستعملوهم. كنضيف الفلفل. عندي واحد القطع نتعى الفلفل. انا استعملت الفلفل حماء وهذي كتبقى مسألة يعني مسألة اختي ايا كنضيق الفلفل اللي عندكم. انا دقت الفلفل حماء حيث اصلا يعني هي اللي عندي فضاء. ذاك الشي علاش. صافي وكنضيف عوضة واحد كل الى بقي منبكئين كتبقيا عندنا حتى مطيشة. هي هذي قطعة انتع مطيشة طائية وهذي نستعملو حتى المال الصلصة انتعى الطماطم. صافي هي هذي اللي يعني هاذ لاصوس هذي او هذي السلصة هذي اللي الذي انا دقتها بالكفتة. وبيمكنكم باش تعودو هذي وهذي خضاء هذي يعني جميع لان الخضاء اللي كيبراوهم ولداتكم. تعودو بهم هذي الكفتة هذي وكنضيف لهم هذي السلصة على الطماطم اللي كتزيد كتاقولنا أو لا كتزيد كتل كتياكل هذي لاصوس هذي صافي وكنضيف لهم كنخليهم يعني كيطيبوا كاملة هذي 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 Licati كاملة يعني كتستغيق منا واحدة لمدة نتع دقائق وكنضيف لهم واحد المعلقة صغير أنت عنها نعيابس ونعناها نصيحتي باش ما تتخلى وشعليها في هذا الوصفة هذي دائماً كتعطي واحد الانتعاشة وكتعطي واحد اللدة مميزة من هذا الوصفة هذو غانب دودابا غانب دودابا كانت صابوق فلاسوس بشامل احتاجينا احتاجت لواحد الكيمية انتع واحدة بعنجة اما هكا كنتع على الزبدة او لواحد جوج انتع المعالقة عمئين مزيان معالقة كوباء عمئين مزيان الزبدة ونضيف لها واحد جوج معالقة انتع الطحين يعني اي نوع انتع الطحين غدي تستعملوا الطحين اللي عندكم في الضاء جوج معالقة الطحين هما اللي غدي يعطونا هذي الكتافة لهذا اللصوص بشامل هذي من النصيحة اللي غدي نقولها لكم عودة على اللصوص بشامل هيا منين تبدوك تصوبوا اللصوص بشامل مثلها او لما تصوبوا شي حاجة او لحد اخوة غدي توقفوا عليها ما يخصناش لصوص بشامل ما يخصاش تلصق من التحت نهائيا صافي كان نحائك هذه الزبدة او لها هذه المعالقة انتع الطحين اللي عندي كيتقل له في الزبدة حتى يوصلها باللويين هذا حتى يوصلوا لذلك اللون الذهبي وكنضفق منها 1-500 مليلي لتر انتع الحليب يعني واحد نسي طوذي الحليب صافي وكنستمع في التحقق لائما يعني كان قل اللصوص بشامل من اللي كان بدوك نصوبوها ما كان غفلوش عنيها نهائيا يعني لبدا انتع تحضي انتعها كاملة وهي كالتحقق صافي غدي نحائكها مزيان باش ما كتلصق ليش من التحت او ما كتلت تحبب ليش هذي كالطحين هذي مع الزبدة ونبدو دبك نتبلوه البشامل كتبلوها انتم كيف ما بريتم انا دقت واحدة شيشة ديال الملح دقت واحدة شيشة انتع التمر بقى دقت واحدة شيشة انتع البزاء وغدي ندي واحدة شوية واحدة شيشة حتى هي انتع القوزة كيف ما كان عرفو اولا جوزة الطيب كتعطى واحدة القزوة ولا لصوص بشامل وتتبيه للخوة انا دقت شوية انتع الهيئي صحاء انتمو هذي مسألة اختيائية يعني التتبيه لانتع لصوص انتع لصوص بشامل كتتوقف على الاستعمال انا في اقوناها الأسمو عن اعنى هذه كل السياحة صافي كان نقابل يفتحها مزيان حتى اتعقاد لي وحتى توصل لهذا القوام هذا القوام بعد ما اجبدنا هذا الدنجال من الفان كيفما تشوفوا ها هو طيب غنبدا ودعبا نديه الطبقة الاولى انتع هذيك الكفتة مع الخضاء كيف سبق لي وقدت لكم الكفتة بإمكانكم تعودوها غير الخضاء يعني هنا يا غادي ادي او الخيزو محكوكا غادي ادي او القاعة محكوكا غادي ادي او الفلفلات ادي او مطيشا ادي او داك شي اللي بريتوه داك شي اللي كياكله وليداتكم واتب لهم زيان وما تنسوش ديك المعرقة انتع لنا نعنى بس وهانتو ما تباك الله وما شاء الله كاينة وصفة كاملة متكاملة غذاء كامل بالخضاء انتاعه بكل شي له صافي وما ننسوش عودة هذا الدنجال اللي هو العنصو الاساسي اللي عندنا في هذي الوصفة هذي كان دي الطبقة الاولى فوق من هذيك القيطة انتع الدنجال قبل ما احنا ما ننساش ندكرككم بان هذا الدنجال احنا سبقنا مطيبينه يعني احنا مدخلين الفان سخون على ميتين دراجة واحد الموده ومتع الشين اندقيقه هكه وباقي مني غادي نسالي ونسالي well المونطاج انتع فان هذا الصحن هذا الفان يعني كان ديقوا طبقا اللي هذيها يلف وغادي من الحداء وريدن ديقوا الطبقة فوق منها هي بشامل كمية få البشامل بشامل الصافيء يا فوق منها وтовجن ديقوا فوق منها ونصلاة طبقةورة أنتع ويتم جبل المبشوره او الفامجم حكوك هو هاذك ري غضي يعطينا هذك يعطينا هذا كل لون يعني غااتيني فوق من هذا الوصفة هذي ويعطيه هاته هو كيزيد كيكمل من اللدة منتع البشاميل تزيين كيبقى دائما اختجائي انا هاد الوصفات اللي كان دخلهم الفرقان في الحقيقة عزيز عليا وشيئتولها كان فوق منهم الفوماج وفوق منهم اولا البشاميل اولا شي حاجة عزيز عليا باش نشوف ديكل شوية تعلوان تعلوان تعلخضاء ما كان بريش يجيني هكي كبيض ملط كان بريش يجذي ما كانت لين لفوق منه شويا تعلن مرطيشا صافي وغادين انديو الاضافة الاخية هذك الفوماج محكوك هو هذك اللي غادي ايقاط لي يعطينا هذك هذك هذا الطعم وهذك اللي الممكن مميزة تلك ما تكمل لنا هذي الوصفة هذي هي هذي غادي ندخلوها الفامال بطبيعة الحال هي هذي وصفتنا لهذ اليوم إلا عجبتكم الوصفة دعوا لايك دعوا ابوني الباقي ما دقتوهاش وفعلوا الجاءس باش يوصلكم كل جديد. كان عندكم اي سؤال او اي استفساء حول الوصفة فما تقضوش باش كتبوه لي في كومنتيه وانا غادي نعاود نشرح الفيكام الجديد. شكرا لكم والسلام عليكم.